قال وزير الداخلية التركي علي يارلي جايا أن السلطات التركية ألقت القبض على مسلحين اثنين قتلا شخصا بالرصاص يوم أمس خلال قداس في كنيسة في إسطنبول ويعتقد أنهما على صلة بتنظيم داعش الإرهابي وكان الوزير قد قال في وقت سابق أن الهجوم الذي نددت به أنقرة وقع في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاتوليكية بمنطقة صاريير بإسطنبول واستهدف مواطنا تركيا مما أدى إلى مقتله أثناء القداس فيما قال الوزير للصحفيين أن السلطات داهمت أكثر من ثلاثين موقعا في أنحاء إسطنبول واعتقلت سبعة وأربعين شخصا حتى الآن وأضاف أنه تم القبض على المشتبه بهما في إحدى المداهمات الأخيرة